بالنسبة لي، تحفيز لا يوجد تحفيز لا يوجد شيء اسميها تحفيز للدراسة سوف نعودها بأحد الكلمة السلام عليكم أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد سوف نرى مجموعة من محاور سوف نرى محور الأول تحفيز للدراسة لا يوجد شيء اسميها تحفيز للدراسة أو سوف يكذب علينا في هذه الفيديوهات التحفيز لكي تركز جيدا لكي تفهم هذه الفيديوهات لدينا مجموعة الفيديوهات تلخيص الدرس تلخيص الدرس كيف يلخص أي درس وفي الآخر نعطيكم طريقة للحفظ هذه الطريقة يعني هدية مني لكم لكي تفهم هذه الطريقة لكي تفهم هذه الطريقة هذه تحفيز الدراسة لا يوجد شيء اسميها تحفيز أو لا ولا يجب أن يكذب علينا وعندما تحفيز كيف سوف نحفظ رأسي من الذي يمشي للشغف للدراسة لدينا كيف يلخص الدرس بطريقة عملية وتعطي نتائج مزيانة وتسهل عليك الخدمة وعندنا في الأخير طريقة للحفظ نبدأ معي في مباشرة اليوتيوب وتكتب أو تقلب على الفيديوهات موتيفاسيون تكتب مثلا موتيفاسيون يعني فيديوهات الخاصة بالتحفيز الدراسة يخرج لك مجموعة من الفيديوهات التي فيها موسيقى حماسية واحد الشخص يحضر يشحنك بطاقة إيجابية ودها وتكون لدينا رغبة للتعامل وعندما يأتي الشغف وعندما تسهل الاعرافة تسمع معينة بمجرد أن تكمن تتميلك إساعدة إليك من الفسير يجب أن تقلب لديك لكي تسهل لكي تريد الآراء لكي تتشجع بالنسبة لي، تحفيز ما كانت تحفيز لا يوجد شيء مثال تحفيز للدراس ونحن نعودها بأحد الكلمة التي هي التزام التزام أركز بمزيع لكي تفهم التزام أعطيك واحد المثال لكي تفهم فإن سمت معظم التلاميذ قلت لهم كيف تريد أن تتقرأ في الصباح أو اللعنة؟ هذا يقول لك اللعنة على Lemon لماذا أن ينظر القراءة؟ لأنه يتم التزام والتواجد من أن تدخل مهم لا يرغب ان يب事 لها فتكلم يتعلق المدرسة لأنه يـل في المدرسة من 8 يوم وأنه يتكلم المدرسة هذا تتimporteية بالرغم أنه لا يرغب أن يقرأ فيمجي كثيرها لأنه يتعلق التزام والتعامل المدرسة قد يتم التعامل زمن فبنفس المبدأ، سوف نتعامد به حتى لو أن الشمسة لم تسمحه إن أنا لم تسمحه وإرداد سنح Sicht سأرأتهم الاتزام وإرداد سن Laurel Iran 34 وإرداد معادي ساتر أعطي بالس الشخص عمله آن المزال كان يتقدم أن من يحل همشة فاديل مقار reminding فقالة تلك الفن وكان جاه hormonal سنين او لا واحد لحظة جاهل مالا لا يبقى قادر يخدم صافي والشادر يحبس القناة صافي لا يبقى كيفية الفيديوهات فمن بعد واحد المدة عرف انه كان واحد السر الذي سيجعله يرجع يخدم معه تاني من جديد وشاو اللي يدير عوض ما كان كي يدير سابقا يعني فيديو كل اسبوع هذا المرة وشادر ولا كي يدير ثلاثة الفيديوهات كل اسبوع يعني كتر من الواترة ديال انجاز الفيديوهات وحكا بقى يرجع له الشغف شوية بشوية يعني يديروا الالتيزان مع رسول يديروا الالتيزان اللي في بقي دير ثلاثة الفيديوهات في الأسبوع لاحظ انه ورجعت له لموتيفاسون شوية بشوية هكا انه وخام ما باقيش نوت بريباري ايدي دقول هذه النوت بريباري غير شوية قاع فبمجرد انك تنوت بريباري سيترجعلك لموتيفاسون شوية بشوية ويتمتعجها في ذلك الاجواء الدراسة هاد النقطة هاي دناعلينا تحفيز الدراسة هذين نحايدوا التحفيز ونعودوها بواحد الالتيزان بسيفري قاع تنوت بريباري وخام ما بغي يشتقن هذه النقطة الأولى بالنسبة للتلخيص الدرس أهم نقطة للتلخيص الدرس وأحسن تقنية هي الخرائط الدهنية اللي كاغتاء مونطان ولو باش تلخص واحد الدرس باش تلخص واحد الدرس بغتتسفه مهما تالا غادي تحتاج كلا تادي اللي حواج والاربعة اللي حواج قاع تحتاج الكتاب ديالك والا الدفتار اللي غادي تراجع به تحتاج واحد ورقة بيضاء تحتاج أقلام ملوانة واهم حاجة هي سمع معايا جيدا هي الإبداع ديالك كيف ستبدأ بشكل ملخص نفترضه مثلا عند تلخص درس تنفسه مثلا لو تجيب كتاب والمورتي فيه تكتب ورقة بيضاء أقلام ملوانة وإبداع كيف ستبدأ في هذه الورقة وستشد هذه الورقة تدريها بشكل طريقة أفقية ونأتي الوسط ونأتي دورة وتكتب فيها العنوان الدرس مثلا عندكم تدريها تدريها الوسط ومنها تدري كي مهنة يتحكم أدريها لا يقوم بصيبها وهو الأولى كبيرة والتانية كبيرة التي تدورها في الدرس مثلا نجيب شخص مدعي ونأتي الاسكارغ وكما تدريها ونسان وقتها فقط حسنا تدريها مثلا تدريها الوسط سوف يأتي مثلاً للإنسان أولاً صغيرة وما أستطيع أن أرى فيها مثلاً يأخذ أوضو ويأخذ أوضو ويتنفس بالرئة وهذا يكتب هنا بـ POMO هنا مثلاً لسكاغو نستطيع أن نضيف رمز نستطيع أن نضيف رمز نستطيع أن نضيف رسم لكي نعقل عليه لكن بعد أن تسالي أي كراجاتك في الدماغ تستطيع أن تضيفها هنا وأنت تلخص هذا الدرس حسناً؟ بمجرد أن أستطيع أن تسالي هذه الورقة والمرخص سوف تضع هذا والخدمة التي تقوم بها في القيسم من الأسابيع والثلاثة الأسابيع تجد أن تلخصها في ورقة التي تقوم بها نصف ساعة وأنت تلخصها أنت تلخص فيها أنت تلخص فيها لديك نظرة شاملة على الدرس سوف تقوم بها جميع الدرس هذه أحسن تقنية لكي تلخص الدرس ونلونها قليلاً وزوقها لكي تكون مرتاحة وأنت تراجع في هذه الورقة هذه ماذا الأخير نقطة؟ والذي هي واحد طريقة التي نعطيها لك للحفظ هذه طريقة مزيانة وعطيتني نتائج جد فعالة مثلاً لديك واحد الربعة عادية الجمل جاوك صعب لكي تحفظهم مثلاً واحد الجملاء تبدأ طور ربع مثلاً طور ربع مورهاك هنا الجملاء كاملة أعطيك مثلاً قد تطبقه في الاجتماعية وفي أي مادة لديك مورها مثلاً ملح مثلاً لديك هنا أرنب كما تبدأ بأرنب مثلاً وكما تبدأ مثلاً ماء مثلاً الماء أو شي حتى أولي شيء ماذا يقدم لديك هناك؟ لأضبط المرحل مثلاً هذه المرحلة الأولى هذه في الاجتماعية سيرته في الاجتماعية كالمرحل مثلاً في التاريخ أو مرحلة الأولى الزوجة الثالثة الرابعة وإذا كلم المرحل هذو ماذا هيتفعل؟ تأخذ غير الكلمات الأولى مثلاً حرف التاء، حرف الميم، حرف الألف، وحرف الميم سوف تشكل الميم واحد جملة وهي مثلاً تماماً إذا كانت دخولتك تماماً في الدماغ سوف تكون في الفرد مثلاً وتريد أن تسترجع هذه المراحل سوف تقول أن التاء هي الطربة مثل هذا، كيف تفهموها؟ لأنها ليست الطربة في التاريخ كيف تفهموها؟ الميم سوف تجلمي، مثلاً لا أعطيت عنكم مقاوة أو شيء مهم شيء في التاريخ فيها مراحل مثلاً الفكرة هي هذه، تأخذ غل الحروف الأولى وتشكل بهم واحد الكلمة التي تبقى عاقل عليها وأنك اليوم تذهب الانتحان سوف تفكر هذه المراحل بهذه الكلمة التي شكلتها واضحة؟ إذا كنت منعك تكونوا استفتتوا استمتعتوا وانتم لم تشاهدوا هذا الفيديو إذا لديكم اقتراحات أو شيء ما واضحات دعوها في الخناة للتعليقات وضعوا لايك وابوني إذا كنتوا أول مرة تشاهدوا القناة شيء اقتراح أو شيء استفسار كتبوا لي في الخناة للتعليقات وكما العضو، دوزو بخير ترجمة نانسي قنقر